اول هدف لأي حد عايز ينزل في الوزن هو انه يقدر يتحكم في كمية الاكل اللي بيقولها خلال اليوم الواحد اللي ممكن تيجي في اي وقت حتى قبل النوم بعشر دقائي النهاردة اقول لكم على اربع حاجات ممتازين جدا في سد الشهية عشان الشخص يحس انه مش قادر يأكل تاني او يقدر كمان ينفذ الضايت اللي هو مشاعلي طبيعي لما بنعمل رجيم او ضايت بنكون ملتزمين بكمية اكل معينة عشان نحسب سعرات الحرارية اللي داخل جسمي وساعد الجسم انه يحرق الدهون اكتر ويحرق من نخزونه وانا انزل في الوزنة او اخص شوية الجسم يقدر يقلل احساس الجوع بطريقتين الطريقة الاولى عن طريق الهايبوسالماس اللي موجود في المط وده مركز بيتحكم في هيرمون الشبع وهيرمون الجوع عن يقول لي هيرمون الجوع يزيد فالشخص يحس انه جعين وعايز يأكل او يقول لي هيرمون الشبع انه هو اللي يرفع في الدم فالشخص يحس انه خلاص مش قادر يأكل اي حاجتين الطريقة التانية للتحكم في الجوع هو امتلاء حيز المعدة المعدة بيكون كبير فلما المعدة بتبدأ تنقل الطعام من المعدة للامعاء والمعدة بتفضى بتبدأ تصدر اشارات للمخ ان انا مفيش اي حاجة فيها فاجعانة وعايزة تاكل اوكي فده بيخلي المعدة برضو لما انا اجي اكل في الحالة دي هاكل كمية كبيرة عشان املى كل المعدة والمعدة تبدأ ترسل اشارات للمخ تقوله ان انا كده امتلقت فتوقف هيرمون الجوع وتحفز هيرمون الشبع طيب كده تحفز هيرمون الشبع مرتبط بامتلاء المعدة في الطريقة الثانية معتمدة انها هتم لحيز المعدة ده ولكن بالياف بحاجات ما تزودش سعرات حرارية ما تزودش في الوزن ما تمنحش الجسم سكر وانشويات وكربوهيدريت ودهون فالشخص يخزن ويزيد في وزن هذا المعدة يتمتلق وفي نفس الوقت الشخص هيكل كميات قليلة جدا للاكل الفعل بتاعه بدون ما يزيد في الوزن هو ده اللي احنا نشتغل عليه النهاردة احقققه ازاي باختصار هستخدم اربع حاجات اللي اربعة دول عبارة عن بزور الشية بزور الكاتونة بزور الكتان وصمغ العربي طبعا اي واحد فيهم ينفع صمغ العربي طعمه شوية بيكون مر ولكن الباقي ممكن استخدمه معادي ولكن في المقابل ان الصمغ العربي قاطع ممر بس فايده كتير جدا اه يعني زي ما تحبوا جربوا واللي تحبوا تستخدموا استخدموا كلهم نفس التأثيرات زي بعض تقريبا تعالوا بقى الاول نشوف الحاجات دي بتأثر على الجسم ازاي على المعدة وعلى باقي وظيف الجسم بزور طبيعية محبة للمية يعني بتبدأ تمتص المية تكون هالة وتتحول لجل الهالة دي بتبدأ تضاعف داخل المعدة بحوالي عشر اضعاف يعني لو اخدت معلقة واحدة من الجل بتاع البزور دي هيزيد عشر اضعاف في معدتك ويملع حجم كبير جدا جدا من المعدة وبكده المساحة الفاضية للاكل هتكون قليلة جدا مش تستحمل اي كميات الاكل خلص يعني يدوب عينات وهو ده طبعا المطلوب في البيت كده بتأثر برضو على جسم الانسان بشكل عام ايه بقى تأثيراتها بتنظم سكر الدم بتساعد في علاج مقامة الانسولين بتقلل نسبة الدهون الضرة في الدم وبتساعد على حرق الدهون المتخزنة في الجسم بتقلل الامتصاص كمان من حجم السعرات الحرارية اللي جاية عن طريق يعني انا بعد ما اخدها هاكل طبعا الوجبة بتاعتي فهي كمان هتقلل كمية الكربوهايدريت الممتصة من الوجبة دي لانها عبارة عن الياف صحية الالياف الغذائية او الالياف الصحية دي بتصحح وبتعالج وبتساعد في تطوير وتحسين اداء الجهاز الهضمي يعني خلي الجهاز الهضمي يشتغل احسن بكتير قوي من قبل كده من اهم كمان فواد البوزورد دي هي احتواءها على الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم وبالتالي وكمان مركبات بيو اكتف كومبوننت نشطة بيولوجيا بتقوم بوظائف حلوة جدا للجسم اللي منها بتقدر تقوى المناعة وتهاجم جميع الميكروبات تبقى مضادة ميكروبات ومضادة كمان للالتعبات تخلي الشخص يساعده انه يخف بسرعة ومضادات اكسادة فهي مفيدة جدا جدا للجسم الانساني على جميع الاسعودة وما فيش منها ضرر خالص ممنوعة او محظورة لحالتين بس الحالة الاولى انسداد الامعاء الحالة التانية اللي طبعا قلنا بتعمل جيل وبتعمل بلق وبعد كده كل اللي موجود في المعدة بيتنقل ويروح الامعاء فكل ده بتحول للامعاء اوكي فممنوعة عن الناس اللي بيعانوا من انسداد في الامعاء النقطة التانية اللي عندهم جفاف لانه اصلا دي بتسحب الميا من الجسم وهنا لازم ننبق ان احنا لازم ناخد كمية من المية كبيرة ده هيساعدها في الايام بوظيفتها ان انها تقوم بوظيفتها احلى واحلى لما يبقى فيه موفرة ووفرة من المية وكمان هيعوض الجسم عن المية اللي ممكن تمتصها من الجسم نفسه هل في حد ممكن يستخدمها ويقول لي ما جابتش نتيجة؟ قافي ليه بقى؟ لانه استخدمها بطريقة غير الاستخدام الصحي ليه هو قبل الوجبة من نص ساعة لتلت ساعة طبعا احنا عشان ما نقولش تلت ساعة يبقى تقل تقل حد ما يبقى خمس دقايق او مع الاكل نفسه احنا بقول نص ساعة قبل الوجبة بنص ساعة لازم تاخد الحصة بتاعتك من البذور اللي المفروض تستخدم الشهيط وطبعا في خلال الوقت ده هيكون حجم البذور اللي اخدتها كبرت في المعدة وبقى فيه مساحة قليلة جدا تستوعب كمية بسيطة جدا من الوجبة بتاعتك فات خليت تاكل قليل فعلا اخدتها مع مية قليلة او بدون مية خالص يعني يقول لنا اخد البذور كده من غير مية او ان انا احطها في مية قليلة بالعخص لانا بعد ما احطها في المية وباخدها مع كوب مية كامل ويكون معلقة واحدة بس بارجع اخد كوبين مية زيادة بعدها عشان اساعدها انها تقوم بالوظيفة بتاعتها بعد كده الجرعة المناسبة معلقة كبيرة يوميا او من معلقة لتلاتة صغيرين يواء اظهر حجم خالصة ده الجرعة المفروض اخدها او محتاج انتو اعرفوا معلومات اكتر عن البذور دي وتأثيرها على الجسم سيبلكوا الفيديوهات الخاصة بيها في صندوق الوصف وممكن ترجع تشوفوها اشتركوا في القناة